أعلنت مصادر عراقية سيطرة القوات العراقية على مواقع حيوية في حي زنجلي شمالية المدينة القديمة في الجانب الغربي لمدينة الموصل وقال مصدر في الشرطة الاتحادية أن القوات توقلت بعمق 300 متر داخل الحي ونشرت أسلحتها المضادة للعربات المدرعة والمفخخة وكانت القوات العراقية بدأت منذ الأمس عملية عسكرية لاستعادة ما توقى من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة في الجانب الغربي لمدينة الموصل ننظم إلينا من بغداد مراسلنا شفيق عبدالجبار شفيق ضعنا في آخر التفاصيل الميدانية سيما توغل القوات العراقية في فيحي الزنجلي نعم سرمد الأنباء الواردة من هناك وتحديدا في حي الزنجلي هو سيطرة القوات العراقية المتمثلة بالشرطة الاتحادية على المنطقة المحيطة بالجسر الثالث الرابط بين الجانب النوري والمنارة الحدباء الشهيرة هناك عملية تمشيط وتطهير للمناطق التي تمت سيطرة عليها يوم أمس وصباح هذا اليوم ولكن المؤسف سرمد هناك وقوع ضحايا بين المدنيين من سكان الأحياء القديمة الذين يقدمون على الهرب من سيطرة عناصر مايرو بتنظيم الدولة لكن هؤلاء يحاولون قتل من يهرب وهناك عمليات ترويع أيضا تحدث بحسب الأنباء التي وردتنا من داخل الأحياء القديمة لمدينة الموصل هناك عملية حرق للمدنيين الذين يحاولون الهروب عشرات الضحايا وقعوا بين قتيل وجريح في هذه العملية التي أقدم عناصر مايرو بتنظيم الدولة على تنفيذها خلال الثمانو والاربعين ساعة الماضية سرمد بالنسبة هذا في ما يتعلق بمعركة الموصل هناك أيضا عملية تقدم أسكري تحرزه قوات الحج الشعبي في ناحية القحطانية التابعة إلى منطقة البعاج الواقع أقصى الغرب من محافظة نينة وهناك عملية التوغل واستعادة السيطرة على هذه الناحية الاستراتيجية التي تربط الجانب العراقي بالجانب السوري هي واقعة هذه الناحية قريبة جدا من الحدود العراقية السورية من بغداد مراسلنا شفيق عبدالجبار شكرا جزيلا لك